السلام عليكم السؤال ده ما بعض لي بيقول لي خمس مقاومات خمسين وعشرة وعشرين وثلاثين واربعين متصلة بمصدر كهربي فإذا كانت شدة الطيار المار في كل مقاومة واحد أمبير تمام وشدة الطيار الكلي تلاتة أمبير ده معناه إن في عندي تلات أفرع وكل فرع فيه واحد عشان يبقى الطيار الكلي بتلاتة فإن قيمة القوة الدفعة الكهربية للمصدر إذا علمت أن المقاومة الداخلية عشر على ثلاثة أم يبقى لازم الأول أعرف طريقة التوصيل إزاي أكون بالمقاومات الخمسة دي ثلاث أفرع الأفرع دي تكون مقاوماتها متساوية عشان يمشي في كل واحد واحد أم يكون الطيار الكلي ثلاثة أمبير فإحنا ممكن نجيب المقاومة خمسين دي لوحدها وبعدين نجيب العشرين والثلاثين العشرين والثلاثين عملوا خمسين أهم ونجيب مقاومة كمان اللي هي فضلة اللي ربعين مع العشرة يبقى الفرع دي بخمسين دي بخمسين دي بخمسين يبقى دلوقتي المقاومات زي بعض هيمشي هنا واحد أمبير وهنا واحد أمبير وهنا واحد أمبير يبقى كد الطيار الكلي ثلاثة أمبير عشان نجيب الفي باتري فالفي باتري بيساوي الآي توتل في الآر الخارجية زائد الآر الداخلية الآي توتل قمتها تلاثة الآر الخارجية هناك Luke 1 على عددهم يعني 50 على 3 زائد الارة الداخلية اللي هي 10 على 3 يبقى انت عندك 3 مضروبة في المقامات متوحدة 3 و 50 و 10 و 60 دي هتروح معدي يبقى الناتج هيبقى عبارة عن 60 فولت يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم B